حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم حما انه قال من اقتنى كلبا لا يغني من زرعا او ضرعا نقص من عمله كل يومين قيرات قال السائب فقلت لسفيانا انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب هذا المسجد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي انا اسماعيل يعني ابن جعفر اخبرني يزيد بن خصيفة ان بصر بن سعيد اخبره انه سمع في مجلس الليثيين يذكرون ان سفيانا اخبرهم ان فرسه اعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعا اليه يستحمله فزعم سفيانا كما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجا معه يبتغي له بعيرا فلم يجد الا عند ابي جهمي بن حذيفة العدوي فسامه له فقال له ابو جهمين لابي عكاهو يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت فزعما انه اخذه منه ثم خرج حتى اذا بلغ بئر الايهاب زعما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك البنيان البنيان ان يأتي هذا المكان ويواشك الشام ان يفتتح فيأتيه رجال من اهل هذا البلد فيعجبهم ريفه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبوسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ان ابو ابراهيم دعا لأهل مكة واني اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في صاعنا وان يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة حسنا عبد الرزاقي انا ابن جريج اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن صفيان بن ابي زهير البهزي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبوسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن صفيان بن ابي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبوسون فذكر الحديث حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن صفيان بن ابي زهير قال ابن الزبير اخبرت اخبرت انه بالموسم فاتيته فسألته فاخبرني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتحون الشام فيجيء اقوام يبوسون قال كلها فتحوا وقال يبوسون حان روح حدثنا مالك بن انس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انه اخبره انه سمع سفيان بن ابي زهير وهو رجل من شنوئة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث نسا معه عند باب المسجد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقصا من عمله كل يومين قيرات قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد اشتركوا في القناة